فبفضل الله أولا ثم بفضل سلاح الجو السعودي والقوات البارية المشتركة السعودية والشرعية كسرت كل زحم عسكري حوثي يدعمه الحرس الثوري الإيراني إيران كانت تسعى لإسقاط مأرب بكل ما أتيت من قوة لكنها بالمقابل استنزفت ميليشيتها وجنودها وأدى إلى انكشاف مواقع الحوثيين بل وحتى مواقع الحرس الثوري الإيراني والذين تم استهدفهم حيث أعلنت واصة أن التحالف استهدف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطين بالهجمات العدائية وهناك ناحية أخرى حيث كان الحوثيون دائما ما يشككون في الأعداد التي يعلن عنها التحالف بخصوص قتلهم لكنهم الآن يعلنون هذا العدد الضحم وعلى لسان ما تسمى بوزارة الدفاع الحوثية فما هو السبب؟ هل هو تخبط حوثي؟ أم هو اعتراف ضمني بالهزيمة؟ وفي مقابل هذه الهزائم وهذا العدد الضحم من القتلى التحالف يعلن التصعيد نفذنا 35 عملية استهداف لأليات وعناصر الميليشية في مأرب والجوف خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية 35 عملية استهداف لأليات وعناصر الميليشيات تم تدميرها بالكامل كما أعلن التحالف أن عملية الاستهداف هذه شملت تدمير 24 آلية عسكرية والقضاء على أكثر من 200 عنصر إرحابية هي ضربات تلو الضربات يتعرض لها الحوثية فهل هي بداية النهاية؟ لذلك التقدم المدعوم إيرانيا هو بداية جديدة للشرعية في هذه الحرب ولكن رغم ذلك يبقى التساؤل لماذا قبل الحوثيون أن يذهبوا إلى محرقة مأرب؟ ويبدو أن هذه الخسائر الكبيرة في صفوف الحوثيين أجبرتهم على تجنيد الأطفال الحادث اليمنية كشف مدير مكتب حقوق الإنسان بصنها أن ميليشي الحوثي جندت 9500 طفل منذ بدء الحرب التي أشعلتها عام 2014 واستخدمتهم وقودا في معاركها القتالية ضد أبناء اليمن ترجمة نانسي قنقر